موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم لمتابعة هذه الحلقة حلقة جديدة من القاهرة ومتابعة لأهم وآخر المستجدات على الأسعادة كافة السعيد المحلي وأيضا الإقليمي وأيضا السعيد الدولي وبنرسط كمان وبنحلل بعض الموضوعات اللي ليها أهمية على كل الساحات مش بس على ساحة بعينها طيب بايدن الرئيس الأمريكي بيصف تبرئة ترامب بالفصل الحزين في تاريخ أمريكا وبيعتبر تلك الخطوة بأنها مؤشر على ما أسماه بالديمقراطية الهشة مشددا على أنه يجب دوما أن تجد من يدافع عنها وأن نبقى متيقزين بشكل دائم بحسب بايدن نفسه أيضا فإن جوهر التهم أو التهمة لم يكن محل خلاف في حين أن التصويت النهائي لم يؤدي إلى إيدانا لكن ماذا عن ترامب؟ ترامب أشار في المقابل أن حركته السياسية بدأت للتو وجه حديثه للأمريكيين قائلا في الأشهر القادمة لدي الكثير لأشاركه معكم وأنه بيتطلع ترامب إلى مواصلة الرحلة الرائعة مع الشعب الأمريكي لتحقيق العظمة الأمريكية لشعبنا بأجمعها هكذا قال ترامب هل ما زالت أمريكا تترنح بين بايدن إذن وترامب منذ حدثة اقتحام الكابتل في السادس من يناير؟ إيه التدعيات الداخلية وأيضا الخارجية على القوة الأعظم في العالم اليوم؟ ده موضوع هنتطرق أيضا في حلقة اليوم من القاهرة لموضوع آخر اللقاح كورونا في مرمى تهديدات الجماعات الإرهابية كيف؟ ده اللي رصدته أو رصده مرصد الأزر لمكافحة التطرف واللي أشار فيه تقرير ليه أنه السموم الفكرية لهذه الجماعات بتشكك في أمان وفاعلية اللقاح وكمان الهدف هو أن تلك الجماعات تسعى لاستمرار المرض والجاهل في المجتمعات وده ليه تتمكن من تثبيت أقدامها وإشغال الدولة في معاركة جانبية تثنيها عن خطط استدباب الأمن ومكافحة الإرهاب طيب دي موضوعاتنا اللي هنتوقف فيها تفصيليا وتحليليا لكن خلونا نشوف مصر حصل فيها إيه النهاردة على مدار يوم كامل النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والموارد المائية والزراعة وأشار المتحدث باسم الرئاسة أنه الاجتماع جاء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة لسيامة قطاعات العمل المشتركة في قطاعات الري والزراعة وده للإسراع في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية وذلك بحضور كل من المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس كريم مدور رئيس مجلس إدارة شركة ميتيتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إجراءات إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام وقد وجه السيد رئيس بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي وذلك بطاقة ستة مليون متر مكعب من المياه يوميا حيث سيتم تجميع ونقل مياه المصارف الزراعية بمنطقة شمال الدلتا إلى محطة المعالجة بالحمام عن طريق شق مصار بطول مائة وعشرين كيلو مترا وذلك بهدف استصلاح وزراعة حوالي خمسمائة ألف فدان غرب الدلتا في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وتطوير منطقة الصحراء الغربية وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة ترتكز على الإنتاج والتصنيع الزراعي وقد تم خلال الاجتماع استعراض كافة تفاصيل إنشاء محطة معالجة المياه بمنطقة الحمام من قبل تحالف كبرى شركات المقاولات المكون من كل من أوراسكوم وأبناء علام والمقاولين العرب وميتيتو كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر حيث طلع السيد رئيس على الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضي المستهدف زراعتها في وسط وشمال سيناء ومختلف في تفاصيل المشروع خاصة مساحات الأراضي المستهدفة ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الري ومساراتها المختلفة فضلا عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء موجها سيادته بتحقيق التنصيق والتكامل ما بين جهات الدولة لا سيما قطاعات العمل المشترك من الري والزراعة للإسراع في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي ولمردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق وتناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومراكز ومنشآت وفي مقدمتها مركز مصر الثقافي الإسلامي وساحة الشعب والنصب التذكاري ومدينة الخيول العالمية مرابط والمحطة المركزية للنقل والحافلات ومحطات القطار ومداخل ومخارج العاصمة فضلا عن تنصيق الطرق الرئيسية داخل العاصمة الإدارية كما اطلع السيد الرئيس على المستجدات الإنشائية الخاصة بالحي الدبلوماسي والذي من المقرر أن يضم المجتمع الدبلوماسي المعتمد في مصر من مباني وسفارات وقنصليات للدول الأجنبية ومقرات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية إلى جانب كافة الخدمات الشاملة ذات الصلة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية كما تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر على نهر النيل بالقاهرة فضلا عن شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة كما اطلع السيد الرئيس على مخططات تطوير منطقة الكيلو أربعة ونصف بشرق القاهرة والتي تضم عزبة الهجانة حيث وجه سيادته باستمرار جهود تطوير تلك المنطقة من كافة الجوانب والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاتنيها خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات مع اطلاق اسم مدينة الأمل على تلك المنطقة ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة النهاردة كمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وده الاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في مقدمة الملفات جهود تطوير الشركات في ظل حرص الدولة على تحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بقطاع القطن والغزل والنسيج بيجري حاليا الانتهاء من تطوير 3 محالج في الزقذيق وكفر الدوار وكفر الزيات لتوضاف إلى محلج الفيوم المطور اللي تم الانتهاء من إنشاؤه وتشغيله من المخطط تطوير 3 محالج أخرى خلال العام الجاري 2021 أشار وزير قطاع الأعمال أنه جهود تحديث البنية التحتية في مصانع الغزل والنسيج بتشمل حوالي 65 مبنى مع برامج لتدريب ورفع قدرات العنصر البشري بما يمهد رفع كفاءة الإنتاج المحلي من القطن وزيادة تنافسياته في الأسواق العالمية على جانب آخر ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع كمان لاستعراض الاشتراطات التقطيطية والبنائية للمدن المصرية مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان بيأتي عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابة الحاكمة لمنظومة البناء من خلال الاشتراطات التقطيطية والبنائية ليتم الالتزام بيها على مستوى المدن المصرية أضف كمان أنه في عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات وبتعاون مع نقابة المهندسين أصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء بيتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن أشار كمان أنه من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب باعتبار أن هذا الملف بيمس الشارع المصري قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار عرض حول الضوابط والاشتراطات التقطيطية والبنائية اللي هتطبق على المدن المصرية أشار كمان أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم وليس على الريف أو المدن الجديدة اللي ليها لوائح وضوابط خاصة بيها طيب نروح لمجلس النواب الوافق النهاردة برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلسته العامة من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أعلن المستشار الجبالي تأكيد أخذ الموافقة النهائية لجلسة الأحد وأكدت اللجنة التشريعية إلى تضمين كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بسم الله خلال جلسته العامة وفق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع إرغاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة الأثنين وذلك بعد عرض مواد مشروع اللائحة على النواب من خلال تلاوة كل مادة على حدة ومناقشتها سواء بعادة الصياغة أو الحذفة أو الإضافة من قبل نواب المجلس السادة الأعضاء الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده موافق السادة الأعضاء يؤجل أخذ الرأي النهائي الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة الغد ومن بين أكثر المواد التي حازت على نقاش المجلس كان الاقتراح الذي يعفي نواب مجلس الشيوخ من الإعفاء الضريبية وهو ما قوبل بالرفض من مجلس النواب وأعتبر رئيس المجلس المستشار حمفي جبالي إلغاء إعفاء نواب مجلس الشيوخ من الضرائب هو انتصار لمبدأ المساواة بين الجميع إزالة هذا الإعفاء أولاً في جانبه الاجتماعي في غاية الأهمية رسالة إلى كل مواطن مصري أن النواب المنتخبين من الشعب يحسون ويشعرون بأعبائه ويشاركونه مبدأ العدالة الضريبية مبدأ دستوري مهم جداً اللجنة التشريعية كانت في تقريرها عن مشروع القانون الذي يضم 292 مادة توافق مشروع القانون مع الدستور كما أكدت اللجنة حرصها على الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ وعلاقته بسلطات وجهات الدولة وعلى الأخص التوازن والتنصيق مع مجلس النواب على مدار جلستين متتاليتين أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بموادها 292 مادة على أن تكون الموافقة النهائية في الجلسة اللاحقة من مجلس النواب رمضان المطعني أنيل حقيقة الأرصاد الجوية كانت تكلمت عن أن مصر تتعرض لمنخفض جوي شديد البرودة وتوقعت بعد التغيرات بعض التغيرات المناخية اللي هتتمثل في سكوط أمطار انخفاض في درجات الحرارة هيئة الأرصاد كانت بتتكلم أنه بداية التغيرات الجوية والمناخية دي هتكون من بكرة وهتستمر لحد الخميس لكن شكل التغير تفصيليا هنعرفه من الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية دكتور إيمان مساء الخير مساء الخير على حضرتك يا فانتم مساء الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك طيب قولنا من بكرة لغاية الخميس إيه اللي هيئة الأرصاد بتحذر منه أو بتوعي المواطن به هو طبعا في حالة مع عدم استقرار في الأحوال الجوية هتبدأ إن شاء الله بكرة لغاية الخميس هتبدأ بانخفاض في درجات الحرارة على موظم أنحاء الجمهورية النهاردة كان متعقع درجة الحرارة العزمة على القاهرة 21 بكرة إن شاء الله هتوصل ما بين 14 و15 درجة يعني انخفاض حوالي أكتر من 6 درجات مقاوية يوم الأربع إن شاء الله هتوصل درجة الحرارة العزمة 11 و12 درجة على القاهرة الصغرى ممكن توصل ما بين 6 و7 درجات مقاوية بالنسبة لشمال السعيد درجة الحرارة الصغرى ممكن توصل لأقل من 4 درجات وده يأجي التكون ثقيع على المزروعات في شمال السعيد منطقة وسط سيناء وكاترين والمرتفعات اللي في وسط سيناء درجة الحرارة الصغرى هتوصل لأقل من الصفر يعني ممكن نقص 2 مقاوية وده معناه إن فيه فرصة لتشكل السلوج على منطقة وسط سيناء ومرتفعات سمت كاترين والجبال والمناطق السياحية المرتفعة في وسط سيناء طبعا الحمد لله نتيجة تحضيرات الأرصاد الجوية تم إغلاق المناطق السياحية في وسط صيناء تجنبا لأي مشاكل قد تحدث لقدر الله بسبب تساقط السلوج على المناطق المرتفعة إن شاء الله مع خصوات درجات الحرارة هيكون فيه نشاط رياح على نظمة منحاء الجرمهورية نشاط الرياح بيزود الإحتاس ببرودة التقصف فعلا هنشعر أن درجات الحرارة أقل كمان من القيم المتوقعة ونشاط الرياح هيزود حركة الملاحة البحرية سواء على البحر الأحمر أو المتوسط هيكون فيه اضطراب كامل على حركة الملاحة البحرية ارتفاع الموج هيوصل مبين 4 و 5 أمطار على البحر المتوسط يوم الأربعة ممكن يوصل ب6 أمطار على البحر المتوسط البحر الأحمر هي تراوح ارتفاع الموج مبين 3 و 4 أمطار فالملاحة البحرية جير مهيئة تماما سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط إن هي تكون بكامل نشاطها أو بكامل طاقتها طيب يعني العصفة السلجية اللي بيتحدثوا عنها دي في أماكن معينة بس اللي بيها مرتفعات زي ما حضرتك قلت هتكون في سيناء بس مش هتشمل محافظات الجمهورية بشكل أساسي أسباب المنخفض ده أو شرح نعم تفضلي شرح للمنخفض ده يعني المنخفض اللي هي من التأثيرات دي موضوع صفة سلجية ده إحنا بننفيه تماما هي فرص شكل السلوج على وسط سيناء فقط لكن باقي مناطق الجمهورية إن شاء الله ما فيش أي سلوج لأن إحنا درجة الحرارة يعني أقل انخفاض لها درجة الحرارة الثورة ممكن أربع خمس درجات بالنسبة لشمال السعيد فطبعا صعب جدا تشكل السلوج لازم تكون تحت استفر مقاوية فطبعا المنخفض الجوي هو منخفض كوبروسي متمركز على جزيرة كوبروس باجلة كتا الهوائية قادمة من سيدريا وجنوب أوروبا ده طبعا بتكون درجة الحرارة هناك منخفضة جدا طبعا هذه الكتا الهوائية بتمر على البحر المتوسط بتتحسن درجات الحرارة لكن بتتحمل برتوبة فده اللي هيئذي لسكوت الأمطار اللي هتكون غزيرة على السواحل الشمالية ومصحوب بالبرد طبعا مع هذا المخفض فيه مخفض آخر في طبقات الجو الولي على ارتفاع خمسة كيلو من سطح الأرض وده هيعمل على التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الأمطار زي ما قلتها هتكون غزيرة ورعدية ومصحوب بالبرد على السواحل الشمالية سلوم مطروح الكندرية تمتد لرشيد دومياط بلتين بورسعين ثم أمطار متوسطة ورعدية على شمال سيناء وشمال الدلتة قف الشيخ والبحيرة والدهلية بالنسبة لجنوب الدلتة أمطار متوسطة القاهرة أمطار خفيفة المتوسطة وشبال السعيد أمطار خفيفة إن شاء الله ما فيش منها مشاكل أو ألأ طبعا نشاط الرياح ممكن يعمل عاصص ترابية في بعض المناطق وخاصة من مناطق شمال السعيد وتقل مع الرؤية الأفقية على الطرق السحراوية والطرق المكشوفة فبننصح بالكيادة بهدوء تماما مع نشاط الرياح وتجنب الوقوف تحت أي لوحات معدنية أشجار مباني متحلقة قديمة يعني ناخد دلنا علشان ما يحفلش أي هو يا دكتور إما بيبقى فيه هطول أمطار متوقع ده بينفي إن تكون الرياح محملة بالأتربة؟ يعني لا ممكن تكون الأماكن يشiction أمطار لأتربة يعني استوحل الشمالية مش هيكون في أتربة هيكون أمطار ونشاط رياح وارتفاع في الأمواج منطقة القاهرة وشمال السعيد هيكون في أتربة ثم الأمطار ثم تعاوض الأتربة مرة أخرى ما في مساء يوم الثلاثاء وبداية الصباح يوم الأربعاء ثم تعاوض للأمطار بعد ظهر يوم الأربعاء مرة أخرى فهي هتبقى على فطرات يعني نشاط رياح وأتربة وثم أمطار ثم تهدأ الأمطار نشاط رياح وهكذا يعني فهي على فترة تقصرها سؤال أخير يا دكتور المصيحة اللي خضرتك تقدميها للناس المسافرة مثلا على طرق الصفر وخصوصا فيما يتعلق بالشبورة مثلا لا هو إن شاء الله ما فيه شبورة لأن مع نشاط رياح ما بيكونش فيه شبورة لكن إحنا بننصح لو ما فيهش حاجة ضرورية يفضل عدم الصفر على الطرق وخاصة من الطرق المؤدية للسواحل الشمالية علشان غزارة الأمطار وعلشان كمان نشاط رياح وارتفاع الأمواج اللي ممكن يخرج يعني برى الشاطئ فيقدي لترقم كبيات مية أكتر مع الأمطار فلو ما فيهش حاجة ضرورية يفضل أن إحنا ما نسفرش لو مضطرين للسفر الكيادة تكون بهدوء تماما نتطمن على مصطحات السيارات علشان الأمطار فيعني ناخد بالنا كويس جدا تجنب الوقوف تحت اللوحات المعدنية الأشجار المباني المتهالكة والخظيمة الكيادة تكون بهدوء ارتداء الملابس الشتوية الصقيلة تناول المشروبات البافئة والساخنة وطبعا متابعة المشروبات الجوية لأنه لو فيه أي تغيير في الخرائط احنا بنعلنه على حضراتكم إن شاء الله نعم أشكرك شكرا إن جزيلا دكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعض بهيئة الأرصاد الجوية المتحدث العسكري أعلن اليوم عن تكثيف قوات حرص الحدود لجهودها خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المتحدث العسكري أصدر بيان اليوم وقال فيه أن جهود قوات حرص الحدود أصفرت عن ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع واكتشاف وتدمير أربع فتحات نفق بشمال سيناء و1558 كيلو جرام من النبكات المخدرة استمرارا لجهود قوات حرص الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإدرار بالأمن القومي المصري تمكنت قوات حرص الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم ضبط ثلاث بنادق قناصة وثلاثة رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسد الصوت و90 بندقية ضغط هواء فضلا عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير أربع فتحات نفق بشمال سيناء ونجحت عناصر قوات حرص الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات ترجمة نانسي قنقر في ضبط 963 كيلو جراما لجوهر الحشيش و548 كيلو جراما لنبات البنجو و47 كيلو جراما للأفيون فضلا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية كما تم ضبط 140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب فضلا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والغير خالصة الرسوم الجمركية وضبط 535 ألف قرص مخدر و7 كيلو جرامات من الذهب المهرب بالإضافة إلى ضبط 15 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و122 طن من الحجارة المخلوطة بالذهب وفي سياق متصل قامت قوات حرس الحدود بالقبض على 170 فرضا من المهربين والخارجين عن القانون كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 3740 فرضا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا في تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة